يا مسائل فل تخيل كده تبقى انت حد شيك جدا ولبسك مهندب ومظبوط وكل حاجة فيك تمام وداخل في قاعدة مع ناس زميدك او رايح ديت مع بنت او رايح اي مكان فالطبيعي ان انت بتدخل انت شخص شيك جدا فبتبتسم تخيل بقى مع كل الانضباط اللي انت في ده وكل حاجة مظبوطة ما نفقش غلطة فبمجرد ما بتبتسم الناس تقرف منك هل ده معلان انت دي حكيتك وحشة لا هنا بقى النقطة هنا انت مهتم بكل حاجة بس اساس دي حكيتك مش مهتم بيه وهو سنانك اه مش كل اللي لبس لبس نضيف او برندات او شكله جامد فهو كده حد نضيف فلازم نضبتك الشخصية هتتمي بها جدا ومن اساس الحاجات دي هي سنانك اه حتى لو انت شخص مدخن فلازم انت تبقى مهتم بكل ده جدا اه بتدخل او ما بتدخلش سنانك لازم تخسلها باستمرار وبشكل يومي يعني حتى لو مرة واحدة في اليوم مش لازم ان انت تخسلها تلات اربع مرات في اليوم بس هي مرة واحدة كويس انا مش بعمل اعلان لحاجة بس فعلا عن تجربة وفرقت معي جدا وهو ان انا دايما بخسل سناني بالمعجون العادي كل يوم المعجون العادي ده اللي انا بستخدمه سيجنل طبام كل يوم بخسل سناني اهم حاجة لما تروح تشتري فرشة السنان بتاعتك هات فرشة ما تكونش الشعر بتاعها اا مموج او حتة قصيرة او حتة طويلة لأ هات فرشة يكون الشعر بتاعها كله سوى واحد وما تكونش خشنة تكون طريقة طب بحيس ان انت متعورش الليسة وانت بتخسل سنانك طب ايه السر بقى في الفيديو دوت انت لقيت بتخسل سنانك كل يوم معاك الفرشة التمام بتخسل سنانك كل يوم بالمعجون في بقى حاجة سحرية هتستخدمه مرتين في الاسبوع هتفرق معك جدا والحاجة دي اللي هي البودرة دي دي بتباع في ايه صيدلية البودرة دي اسمها سموكرز بتباع في ايه صيدلية تقريبا خمسة وتلاتين اربعين جنيه مش تغلى عن خمسين جنيه بس بجد سحر البودرة دي هتستخدمها مرتين في الاسبوع آآ بص هي هي طعمها وحش يعني هتحس بتعمها وحش في بقىك بعد كده بعد ما تتخلص بتحس ان انت في ريحة انت عايش كده بنعناها في بقىك بس هي حاجة جد آآ مفعول سحر جميل جدا اسمها بتتجاب من ايه صيدلية تمام دي بقى ازا كنت مدخن او مش مدخن هتفرق معاج جدا بس اما حاجة عايز استمرار مش هقولك تغسل بيها كل يوم بس زي ما قلنا هتغسل مرتين في الاسبوع ممكن تلاحز آآ النتيجة بعد شهر مسلا يعني بعد تمام مرات فهتحس فعلا بفرق جامل بس طبعا من غير ده او المعجون بتاعك اللي انت بتستخدمه والاستمرار فهسير السنين كل يوم مرة حتى واحدة مش دي مش هتوصلك لنتيجة لازم تكون انت مهتمة بسنانك جدا عشان لما تخش بعد كده في اي مكان ورايح تقوم مع ناس ولا حاجة فانتشيك جدا فلما تضحك دي حكتك وسنانك تزودك اناقة وشاكة بس كده ويا ربكم استفدتم ويا رب ما كنتش طولت عليكم واستنونا فيديوهات كتير جاية نصاعد بعض فيها سلام يا ابطال